أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو المجلس الأول من مجالس تفسير سورة الأنفال في هذه الدورة المباركة دورة الأترجة وسورة الأنفال من السور المدنية التي اختصت بكثير من أحكام الجهاد في سبيل الله وقد نزلت في أعقاب غزوة بدر وعالجت كثيرا من الإشكاليات التي مرت على المسلمين في تلك الغزوة العظيمة والكريمة في هذه الغزوة حصلت أمور جاء بيانها في هذه السورة العظيمة وهي سورة الأنفال ومنها قصة الأنفال حيث إن الصحابة رضو الله تعالى عليهم اختلفوا في قسمتها فأنزل الله عز وجل هذه السورة وما فيها من آيات ليبين لهم من هو الذي يقسم هذه الأنفال ولمن يكون أمرها وهذه السورة العظيمة تسمى سورة بدر وتسمى سورة الجهاد وتسمى أيضا سورة الأنفال كما هو مشهور وقد كان المسلمون يستحبون قراءتها على المجاهدين في سبيل الله إذا بدأوا في جهادهم وذلك لأن فيها من المعاني التي تدفع المسلمين على القتال والتضحية وبذل المهج والنفوس في سبيل الله جل وعلا سورة الأنفال بلا شك سورة مدنية لأنها نزلت في أعقاب غزوة بدر وأما مناسبتها لسورة الأعراف فإنه في سورة الأعراف قد ذكرت قصة موسى مفصلة وفي هذه ذكرت أجزاء من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله وغزواته وشأنه مع أصحابه بشكل مفصل وفي سورة الأعراف في آخرها ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة فقال في وصفهم ومدحهم إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وفي هذه ذكر الله عز وجل أمر الملائكة بقوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة وأيضا ذكر في سورة الأعراف أمر الشياطين قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وفي سورة الأنفال ذكر أيضا أمر الشيطان في قول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراعت الفئتان نكص على عقبي وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وغير ذلك من المناسبات بين السورتين الكريمتين سورة الأعراف وسورة الأنفال هذه السورة الكريمة افتتحت بقول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال وقوله يسألونك فيها بيان أن الصحابة رضو الله تعالى عليهم قد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأن هذه الأنفال والمقصود بالأنفال الغنائم التي حصلها المسلمون من وراء قتالهم للمشركين ومسائل الصحابة في القرآن ليست كثيرة وهذا يدل على أن الصحابة كانوا أمة عمل ولم يكونوا أمة كلام وسؤال ومع ذلك كانوا إذا أرادوا يسألوا رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سؤالهم وامتثلوا أمر الله عز وجل عندما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اختلف المسلمون في غنائم بدر فقال الشبان هي لنا لأننا باشرنا القتال وقال الشيوخ كنا ردءا لكم تحت الرايات ولو انكشفتم لا فئتم إلينا فلا تستأثروا بها فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول أي قسمتها وأمرها وشأنها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين أرشدهم الله سبحانه وتعالى إلى أمر عظيم وهو تقوى الله وعلا تفتنهم الدنيا ويشغلهم أمر المال عن تقوى الله فإن المال الذي يطلبونه سيأتيهم إذا اتقوا الله قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فأنتم يا عباد الله لا تنشغلوا بهذه الأمور وانشغلوا بما أمركم الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتحقيق تقواه ولذلك قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم يعني إياكم أن تختلفوا كما حصل من هذا الاختلاف الذي كاد أن يمزق صفكم ويحدث إشكالا في قلوبكم ويفرق جمعكم وقوله وأصلحوا ذات بينكم أي أصلحوا ما فسد من الود بينكم بأن يعود الود والمحبة إلى ما كان عليه ثم أمرهم الله بأمر عام فقال وأطيعوا الله ورسوله امتثلوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإياكم أن تعصوهما فإن في معصيتهما الضلالة والغية والفسادة والشر والتنازع وأطيعوا الله ورسوله وهنا يأتي العطف عطف الرسول على الله ليبين أن أمر الرسول كأمر الله ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم كنهي الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرع شيئا من عند نفسه فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ثم قال الله عز وجل إن كنتم مؤمنين يعني إن كنتم مؤمنين حقا فإنه لا بد أن يتحقق منكم ذلك وهو تقوى الله وصلاح ذات البين وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن الإيمان لا يتحقق من دون هذه الأشياء قال الله عز وجل إنما المؤمنون لما قال إن كنتم مؤمنين بيّن حقيقة المؤمنين بقوله إنما المؤمنون أي لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يتحقق منه ما ذكر إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أي لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يتحقق بهذه الأمور المذكورة وبدأ الله عز وجل من هذه الأمور بشيء عظيم وهو أعمل القلب لأن الإيمان أصله في القلب وإنما يترجم عنه باللسان ويظهر أثره على جوارح وهذه الآية كما ترون أحبة الكرام بدأت بأعمال قلبية فقال الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت واضطربت من هيبة الله عز وجل وتعظيمها لربها سبحانه وتعالى فالذي يخاف إذا ذكر الله سبحانه وتعالى ويهاب ربه هذا دليل على إيمانه أو على صدق إيمانه قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كلما تليت عليهم آيات القرآن ازدادوا إيمانا لأنهم يعرفون بها شيئا لم يكونوا يعرفونه قبل نزول الآيات وأيضا يعملون أعمالا لم يكونوا يعملونها قبل نزول الآيات فيكون بذلك زيادة الإيمان لهم قال وعلى ربهم يتوكلون هذا أمر ثالث اشترطه الله عز وجل لتحقيق الإيمان وهو أنهم يتوكلون على الله أن يفوضون أمورهم إلى الله فلا يخافون ولا يهابون ولا يرجون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى قد فوضوا أمورهم إلى الله وقوله وعلى ربهم يتوكلون هذا أسلوب حصر حيث قدم الجار والمجرور فقال وعلى ربهم يتوكلون ولم يقل ويتوكلون على ربهم من أجل أن لا يكون التوكل على أحد سوى الله والتوكل أساس من أسس التوحيد ولا يجوز أن يشترك مع الله أحد فيه بل لا بد أن يفرد الله سبحانه وتعالى به وأن يكون مختصا بربنا سبحانه وتعالى ولذلك يأتي في غالب المواطن في القرآن بهذه الصيغة وعلى ربهم يتوكلون وقوله وعلى ربهم ولم يقل وعلى الله في هذه الموطن ليبين أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل لعباده بالحفظ والرعاية والرزق والكلاءة والأمن وكل المطالب فمن مقتضيات الربوبية أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الحسيب والكافي والقائم بشؤون عباده والذي يعتمد العباد عليه سبحانه دون أحد سواه ثم لما انتهى من أعمال القلوب بدأ بأعمال الجوارح التي هي فرع عن أعمال القلوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون جاء بهذين الأمرين وهو إقامة الصلاة والإنفاق مما أوتوا وقد ذكر الصلاة في هذه الآية بقوله الذين يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة أن يؤدونها على أكمل وجوهها ولم يأتي الأمر بها في القرآن إلا مقرونة بالإقامة أو بما يفيد الإقامة فيقول أقم الصلاة لدلوك الشمس والمقيمين الصلاة وأقيموا الصلاة أقاموا الصلاة وهنا قال الذين يقيمون الصلاة وهذا يدلنا على أن الصلاة لا يراد أداءها بمجرد الأفعال ركوع وسجود وقيام وقعود ولكن المقصود أن يأتي بها الإنسان على وجهه الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن تؤدى عليه وهذا أمر يجب على المسلم مراعاته وأن يجتهد في أن يأتي بالصلاة على وجه الإقامة بإخلاصها وخشوعها وإقبال قلبه فيها على الله وأداء سننها وواجباتها وشروطها وأركانها والتزام وقتها وكثرة ذكر الله عز وجل فيها وغير ذلك مما يلزم لكي تؤدى الصلاة كما أمر الله ولكي تكون الصلاة مثمرة الإيمان ومحبة الرحمن والرغبة فيما عند الله من أدائها قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أي ينفقون مما رزقهم الله سواء كان ذلك من الواجبات أو من المستحبات الواجبات كأداء الزكاة وكالنفقات الواجبة على الإنسان والمستحبات كالصدقات العامة التي يخرجها الإنسان من أجل أن يزداد قربا من ربه سبحانه وتعالى ولا مانع أن تجتمل الآية على معنى آخر وهو إنفاق الإنسان مما رزق من العلم ومن الجاه ومن الوقت ومن كل ما أوتي أيا كان إذا كان لديك سيارة تنفقها تنفق منها إذا كان لديك كتاب تنفق منه إذا كان لديك سجادة أو معون تنفق منه بأن تعيره لمن يحتاجه وأن تبذله لمن يطلبه منك هذا كله مما يمدح به الإنسان ولذلك ذم الله عز وجل المشركين بقوله ويمنعون الماعون قال الله عز وجل ومما رزقناهم ينفقون ولعلكم تلاحظون أحبتي أنه قرن في الآية بين إيتاء الزكاة وإقام الصلاة لماذا؟ هذا سؤال يتكرر في القرآن لأنهم اقترنا في أكثر من ثمانين موضعا فنقول أولا لأن الصلاة حق الله والزكاة والإنفاق مما رزق الله سبحانه وتعالى هذا حق العباد والشرع مكون من أداء حق الله وأداء حق العباد ديننا ينقسم إلى قسمين أن تؤدي حق الله وتؤدي حق العباد هذا أولا وثانيا أن من أقام الصلاة رزقه الله سبحانه وتعالى وإذا رزقه الله وجب عليه أن ينفق مما رزقه الله قال الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى إذن من أقام الصلاة رزقه الله ولذلك من أعظم أسباب الفقر التي ابتلي بها المسلمون هو إهمالهم للصلاة وتخلفهم عن أدائها فينتج من ذلك أنهم يفتقرون ويضيق عليهم الرزق قال الله عز وجل الذين أولئك هم المؤمنون حقا أي هؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات الخمس وهي أنهم إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات الخمس القلبية والعملية هم المؤمنون حقا لأن المؤمن لا يكون مؤمنا حقا بمجرد معرفة القلب ولا يكون مؤمنا حقا بأعمال الجوارح بل لا بد أن يقترن هذا بهذا ولذلك أجمع أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم على أن الإيمان قول وعمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح فإذا لم يجتمع في الإيمان هذان الأمران فإن الإيمان يكون ناقصا إن لم يكن زائلا قال الله سبحانه وتعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم قوله لهم درجات هذا تمليك لهم درجات عند الله سبحانه وتعالى يملكهم الله إياها فلا يمن عليهم بها فتكون ملكا لهم ملكا حقيقيا يعطونه من الله جزاء على ما صنعوا وما قدموا وما تقربوا به إلى ربهم سبحانه وتعالى ثم إنه قال لهم درجات ليبين أن المؤمنون أن المؤمنين ليسوا منزلة واحدة ولا طبقة واحدة بل هم مختلفون في منازلهم ودرجاتهم فمنزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ليست كمنزلة سائر الصحابة ومنزلة الصحابة ليست كمنزلة التابعين ومنزلة التابعين ليست كمنزلة من جاء بعدهم وهكذا يختلف المؤمنون في منازلهم وطبقاتهم قال ومغفرة أي من الله عز وجل يتفضل بها عليهم فيمحوا بها ذنوبهم ورزق كريم وهو الجنة وقدم المغفرة على الرزق كما يقدم كثيرا في القرآن المغفرة على الرحمة لأن الإنسان لا ينال الرزق الكريم وهي الجنة إلا بعد المغفرة كما أنه لا ينال الرحمة التي هي الجنة إلا بعد المغفرة ولذلك قال ومغفرة ورزق كريم ثم قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين الكارهون قول كما أخرجك العلماء يرون أنها متعلقة بشيء ويختلفون في ذكر هذا المتعلق فمن أقوالهم في ذلك أنه كما قسم بينكم الأنفال فكانت قسمته خيرا كذلك أخرجك الله عز وجل من بيتك وكنتم كارهين لهذا الخروج فكان الإخراج خيرا وهلما جرى من التقديرات التي ذكرها العلماء لبيان المرجع أو المتعلق لقوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وقوله ربك أضيف الرب إليه صلى الله عليه وسلم لبيان أنها ربوبية خاصة لأن ربوبية الله تكون عامة أي للخلق وتكون خاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم أو للمؤمنين كما قال في سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك فربه هو رب الخلق لكن لكون هذه الربوبية تقتضي معنا خاصة من الحفظ والرعاية والكلاء والرزق والقرب وغير ذلك من أسباب يعني الاتصال والنعمة فإنه تكون الإضافة قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون أي كان بعض المؤمنين كارهين للخروج لأنهم كانوا يريدون أن يأتيهم رزقهم بلا عناء وأنهم يظفرون بالعير التي قدمت من الشام ومرت بالمدينة ولكن الله سبحانه وتعالى أراد لهم شيئا آخر وهو أن يقاتلوا عيرا أن يقاتلوا كفار مكة في بدر ثم يحصل لهم النصر وتحصل لهم من وراء النصر أيضا الغنيمة ويكون ذلك سببا لعزهم وهيبة الكفار لهم قال الله عز وجل وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبيع كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون أي يجادلك المؤمنون في أمر مقاتلة كفار مكة عندما سمعوا أن أهل مكة قد قادموا من أجل أن ينقذوا تجارتهم وعيرهم التي كانت مع أبي سفيان يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون الصحابة رضو الله تعالى عليهم كانوا معذورين لأنهم لم يقاتلوا قبل بدر قتالا كهذا القتال ثم إن قتالهم الذي تقدم بدرا لم يكن مع صناديل قريش وأهل مكة الذين يضرب بهم المثل في الشجاعة والقوة والكثرة واجتماع الكلمة فهذا كان له صدا في نفوس الصحابة رضو الله تعالى عليهم والجالك شعروا أنهم أمام خطر داهم وأمام أمر عظيم وخطب لا طاقة لهم به قال الله عز وجل وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وعدهم الله سبحانه وتعالى إحدى الطائفتين ولكن الصحابة كانوا يرغبون في عير قريش التي قدمت محملة بتجارة عظيمة وكانوا يريدونها لأنهم يعلمون أن الحصول عليها سهل وأن التمكن منها يسير وأنه لن يحصل بسبب الوصول إليها كثير من الدماء ولا الجهد والتعب فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه قد وعدهم لكنهم كانوا يرغبون في غير ذات الشوكة والله سبحانه وتعالى يريد أمرا غير الذي يريدون قال وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ذات الشوكة أي ذات القوة وهم كفار مكة عندما قدموا لمقاتلة المسلمين وتخليص تجارتهم ويريد الله أن يحق الحق بكريماته ويقطع دابر الكافرين أي أن الله سبحانه وتعالى يريد شيئا غير الذي تريدونه فأنتم تريدون شيئا من الدنيا لفقركم قلة ذات يدكم وحاجتكم خصوصا أن كثيرا من الصحابة ومن المهاجرين قد فقدوا أموالهم وخرجوا من ديارهم وتركوا ما كان لهم من أجل الله فبقوا في المدينة فقراء مدقعين ولذلك كانوا حريصين على ذلك المال قال الله عز وجل ويريد الله أن يحق الحق بكريماته أنتم إن كنتم أردتم العاجلة فإن الله أراد إحقاق الحق وبيان من هو الذي ينصره الله ولمن تكون الكلمة ولمن تكون العزة ولمن يكون النصر النصر لا يكون إلا للمؤمنين إنهم قاموا بأمر الله عز وجل قال ويقطع دابر الكافرين ويحصل بسبب لقائكم إياهم أن يقطع دابرهم وتستأصل شأفتهم وتذهب ريحهم ولا تبقى لهم قائمة وهذا ما حصل بحمد الله فإنهم قد يعني أذيقوا لونا عظيمة من ألوان العذاب في بدر ثم تمادى بهم ذلك حتى ضعفت قوتهم وتمكننا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثماني سنين بعد هجرته عليه الصلاة والسلام عندما جاء وفتح مكة ودانت له بعد ذلك جزيرة العرب قال الله عز وجل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون أي أن الله عز وجل أراد ما أراد لأجل أن يحق الحق فإن الله غني عن كل ما يتمناه هؤلاء الناس أو يتعلقون به مراده سبحانه وتعالى أن يحق الحق وتظهر كلمة الله وتعلى رايته وأن يكون الدين كله له قال ولو كره المجرمون يعني ولو كره هؤلاء الكفار ظهور الدين وإعلاء الكلمة قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون أي أذكر يا محمد إذ تستغيثون ربكم أي تطلبون منه الغوث بالنصر تلجأون إليه سبحانه وتعالى أن يغيثكم ويمدكم بمدد من عنده وذلك لما أقبلتم على عدوكم فرأيتم أن عدوكم أكثر منكم بتلاث مرات تقريبا إذ تستغيثون والاستغاثة هي شدة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الغوث والنصر قال فاستجاب لكم أني ممدكم انظروا إلى قوله فاستجاب لكم هذا يدل على أن المؤمن إذا نجأ إلى الله بصدق ورغبة فإن الله سبحانه وتعالى يسرع إليه بالإجابة ولذلك قال فاستجاب ولم يقل ثم استجاب ليدل على أن الاستجابة جاءت بعد تلك الاستغاثة التي كانت منكم لربكم جل وعلا قال فاستجاب لكم أني ممدكم أي معينكم بألف من الملائكة مردفين مردفين أي كل واحد منهم قد أردف ملكا معه أو مردفين أي متتابعين ملائكة إثر ملائكة وقرئت مردفين أي مردفين بغيرهم ممن يأتي معهم فالله عز وجل أمدهم بهذا المدد من عنده وهل قاتل هؤلاء الملائكة أو لم يقاتلوا خلاف بين العلماء والصحيح أنهم في بدر قاتلوا مع المؤمنين وقد روى جمع من الصحابة أنهم رأوا الملائكة وهي تقاتل وحصل أن بعضهم لما رفع السيف ليقتل صنوه أو قرنه من الكفار إذا به يموت أو يقع قبل أن يصل إليه المسلم مما يدل على أن الضربة جاءت من الملك ونزل الملائكة أيضا في غزوات أخرى كما ورد في آيات القرآن في غزوة أحد كما في آيات آل عمران وفي غزوة حنيم كما في آيات سورة التوبة قال الله عز وجل وما جعله الله أي الإمداد ما جعله الله إلا بشراء أي أراد الله أن يبشركم به لا تظنوا أنكم قلة ولا تظنوا أن الله خذ لكم ولم ينصركم فالله سبحانه وتعالى قريب منكم وقد أنزل عليكم ملائكته ليعينكم قال وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ لأن من عادة القلب أنه يحب أن ينصر وأن يكون معه من يعينه ومن يمده بنصره قال وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ النصر لا يكون إلا من عند الله ولذلك من طلبه من غير الله خاذ له الله سبحانه وتعالى وقد ذكر الله عز وجل الإزراء على المنافقين الذين كانوا يوالون أعداء الله يطلبون منهم النصر والفتح فالله عز وجل يذمهم على ذلك كما في سورة المائدة قال الله عز وجل وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ عزيز أي عنده العزة كلها فهو عزيز عزة قدر وعزيز عزة قهر يقهر العباد ويقهر الخلق كلهم وعزيز عزة امتناع فهو امتنع على من أراده بسوء ومدام قد اتصف بالعزة من جوانبها كلها فإن العزة كلها عنده وله ولا يستطيع أحد أن يصل إلى شيء من العزة إلا بإذن منه والعزة كلها لله إن العزة لله جميع أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميع قال إن الله عزيز حكيم ذو حكم وحكمة ذو حكم يحكم بما يشاء ويفعل ما يريد حكم شرعي وحكم قدري كوني وذو حكمة يضع الأشياء مواضعها قال الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه أي أذكر يا محمد أذكر يا محمد إذ يغشيكم النعاس أي يغطيكم و يحفكم بهذا النعاس أمنة منه وهذا من تمام تأمين الله لعباده فهم في أرض المعركة وفي شدة الخوف ينزل عليهم النعاس ليكون أمانا لهم من الله فإن النعاس لا ينزل في مثل هذه المواطن إلا ليكون دليلا على تأمين الله لعباده سبحانه وتعالى قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه أمنا مما حصل لكم من الخوف وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به أنزل الله عليه ماء كان هذا الماء مفيدا له وأول فوائده الطهارة طهر الله به أبدانه من الوسخ والنجاسات والخبث والحدث والجنابة ويذهب عنكم رجز الشيطان أي يكون ذلك سببا لإذهاب رجز الشيطان الذي يقع في القلوب لأنه لأن الشيطان يوحي ويزخرف للناس وللمؤمنين بأنكم ستهلكون وأنكم لن تنصروا وأنكم لو كنتم على الحق لسقاكم ربكم ولما جلستم عطاشا والمشركون يشربون من الماء ويريدون الآبار فالله سبحانه وتعالى أذهب عنهم رجز الشيطان بإنزال المطر عليه قال وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ يَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ بالصبر واليقين ويثبت به الأقدام أيضا من فوائد هذا المطر الذي نزل أن الأقدام ثبتت فلم تنزل في الأرض لأن المطر قد لبد لهم الأرض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن العظيم إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا المجلس من مجالس تفسير سورة الأنفال ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على التمام والتوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر